في الحقيقة في حالة كبيرة من التفاؤل في الشارع المصري بأقضاء الحكومة الجديدة اللي بتضم عدد كبير من الكفاءات والخبرات خصوصاً إن في توجيهات مباشرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هذه الحكومة تعطي الأولوية في عملها إنها تخفف على المواطنين إنها تهتم بالملف الاقتصادي إنها تحقق طفرة ملموسة في كل المجالات التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر وعلى رأسها مجالي الصحة والتعليم حيانا الصحة والتعليم هي من أهم مطالب الناس هي دايماً طول الوقت هي على رأس أولويات اهتمام الناس من أي حكومة موجودة ونحن نتكلم على التشكيل الوزاري الجديد فهو ده المطلوب من الوزراء الجدود أو من الحكومة الجديدة محتاجين خدمات أفضل اهتمام بالصحة والتعليم أيضاً دعم الاقتصاد ومواجهة التضخم كمان جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية والتشجيع نمو القطاع الخاص لأنه كل ده هينعكس على توفير فرص عمل أكتر ويفتح بيوت أكتر فبالتالي كان فيه اهتمام كبير جداً باختيار وزراء المجموعة الاقتصادية اللي يكون عندهم خبرات وأصحاب كفاءات تقدر تعزز من قدرة الحكومة على عبور التحديات الاقتصادية الموجودة يعني زي ما قالت جمانة حقيقي القصة الخاصة باختيار المجموعة الاقتصادية كانت المحور الأهم في اختيار الحكوم ملف الصناعة ما كانش لي وزارة بس ده كان نائب رئيس مجلس الوزراء مختص بهذا الملف وحينسأ كمان مع وزراء المجموعة الاقتصادية الخاصة بالاستثمار أو بالتجارة الخارجية أو بالتخطيط أو بالتعاون الدولي وكل من له علاقة بملف الصناعة أو ملف الاستثمار سيبقى تحت هذه العباء خلينا أقول لكم أن كمان فكرة الاعتماد على المرء أو الشباب في التشكيل الوزاري الجديد للحكومة عندك وزير شابة مثلاً زي وزير الإسكان مهند الشريف الشيربين وهو أحد مطور العاصمة الإدارية عنده 42 سنة تخريجها هندس 2005 جماعة شاب صغير مفروض أنه يتولى أهم وزارة خدمية بتخدم ملف الإسكان أو بتمس حياة المواطن في مجال الإسكان في عدد كبير جداً من واب الوزارة أنا أول مرة أشوف في التشكيل الوزاري عدد من الشباب بهذا الشكل وخصوصاً في منصب نائب الوزير واللي هم أيضاً كانوا موجودين في الاحتفالية اللي حصلت أمس أو في القسم اللي حصل أمس أمام السيد الرئيس طبعاً ده غير اختيار أربع سيدات لمنصب الوزير منهم الدكتورة مايا مرسي منهم الوزيرة منال عوض اللي هي كانت محافظة دميات وأصبحت وزير التنمية المحلية وأيضاً هناك فيه خمس سيدات أيضاً في منصب نائب الوزير هي أنه يعني تشكيل وزير جديد وحكومة جديدة بالحقيقة عندها تحديات كتير جداً أمامها مطالب كتيرة جداً نهاردة هنتكلم بشكل كبير جداً عن في فقرة مفصلة عن هذه المطالب مطالب الناس من الحكومة الجديدة أبرز الملفات اللي هتركز عليها الحكومة في الفترة اللي جاية خلال حلقتنا النهاردة مرة تانية بنسبح على حضراتكم جميعاً صباح الخير والسعادة صباح الخير يا مصر